إذا كان 22 قاف 2 ره نقص 8 يساوي 22 قاف ره زائد 5 فأوجد ره دي مسألة توفيق والصورة العامة دايما بتكون نون قاف ره طيب لو بصلنا على السؤال هلاقي أن 22 في التوافيق الأول و22 في التوافيق الثاني يعني قيم نون هنا متساوية في ملحوظة بتقول أنه لو كان عندي وليكن نون قاف ره يساوي نون قاف واو فطالما قيم نون متساوية هيبقى قيم ره متساوية يعني ره تساوي واو طب لما طبق الكلام ده على السؤال هقدر أقول أن 2 ره ناقص 8 هيساوي ره زائد 5 فنبدأ نساوهم ببعض فيبقى عندي 2 ره ناقص 8 يساوي ره زائد 5 هنبدأ نجمع الره في طرف والأعداد في طرف فنقدر نقول يبقى 2 ره ناقص ره يساوي 8 زائد 5 2 ره ناقص ره هيساوي ره و8 زائد 5 بيساوي 13 يعني معنا كده قيمة ره هي 13 كده يوجد بالتحرين وتحرير هذا والأعداد سيدان宮 فقيمة رهز bedeنت 때